هنروح للعبة البدل زي ما حضركم عارفين احنا ادينا للبدل هنا في البرنامج بالرغم انه هو ما كانش لسه بيمارس جوا النادي الاهلي كنا ادينا له مساحة كبيرة البدل هي لعبة بتتلعب بالمضرب هي مزيج ما بين السكواش وما بين التنس الارضي بتتلعب زوجي بتتلعب في ملعب زجاجي يعني مقفول زي السكواش ولكن ملعب شكل التنس بشبكة في النص ما بيتلعبش فردي بيلعب اتنين وصاد اتنين البدل لعبة بتنتشر انتشار غير طبيعي مش في مصر في العالم كله فالنهاردة فيه اتحاد تم اشهاره وبدأ يعمل منتخبات ويشاركوا وكنا اصدفنا منتخب الشباب اللي راح على ما تذكر كان فيه الاكوادور يا جماعة كان في الاكوادور اشكرك وشاركوا وعملوا نتيجة كويسة جدا في الاكوادور وحقيقة الاتحاد برضو يعني بيقودوا مجموعة محترمة جدا 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 من الشخصيات اشتغلوا مع الوزارة اشهروا جامعيتهم العمومية والاتحاد وبدأوا يشتغلوا ما فيش لعبة هتقدر تبقى لعبة كويسة بدون دوري انا ما اقدرش النهاردة نافس ما عنديش دوري طب ازاي السنين الفات ما كانش فيه دوري النهاردة اتحاد البدل اعلن عن عشر اندياته نافس على اللقب الاول للدوري المصري البدل الف مبروك خطوة جميلة جدا 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 في هذا الاتجاه طيب مين الاندي اللي هتشارك اسمعوا بقى وشوفوا الجمال لانه الحقيقة اللقبة دي بتنتشر المجموعة العلمين هليوبلس عز الدخيلة المعادي سبورتنج وي بادل في نادي اسمه وي بادل المجموعة التانية نيو جيزة جزيرة الورد هايد بادل واتحاد الشرطة ونادي الياخت دول العشر فرق اللي هتلعب طب احنا بنغطي هول اخبارها والنادي الاهلي عنده ملعبين على فكرة للبادل موجودين في فرق نادي الاهلي في الجزيرة وساعات بروح لعب انما النسة ما عندهش فرقة بس ان شاء الله يعني في القريب ممكن تلاقي النادي الاهلي بدل خاصة انها لعبة مش مكلفة والنادي الاهلي خلاص عمل ملعبها البطولة هتتنظم منزم الدور الرائح جاي وبعدين اصحاب المركزين الاول والتاني في كل المجموعة بيصعدوا لقبل النهائي واللي هتلاقي بنزم الدورة المجمعة منافسات البطولة هتبدأ يوم 16 في وراء اللي احنا فيه وهيكون ختام يوم 29 يونيو اللي جاي وهتكون المسابقة من فيه منافسات 14 16 18 سنة وعمومي ورجال وسايتات الف مبروك خطوة جيدة من اتحاد اللعبة نتمنى لهم التوفيق البادل على فكرة منشأها اسبانيا البادل اللعبة تم طبعا ده رئيس الاتحاد طبعا اللي بدأ في او البدأت في اسبانيا وبتنتشر انتشار كبير جدا احنا المدير الفني بتاعنا ارجنتيني بتاع المنتخب على فكرة بيلعبها لعبة التنس والسكواش يعني ممكن تبقى اكس تنس فتلعبه ومش لازم تبقى كبير في السن اللعبة انت ممكن لبقى عندك 19 سنة 20 سنة وتعمل ترانسيفر للبد لعبة صعبة ممكن المباراة هتقعد بوقتي طويل بتتطور بشكل كبير خليكوا بقى يعني اسمعوا مني كده وانسوا اللي انا بقولوا ده ممكن يعني نتكلم بعد سنتين تلاتة مش الدورة الألومبية دي اللي بعديها ممكن نلاقي البدل بقى لعبة ألومبية يعني اسمعوا كلامي ده ونتكلم بعد تلاتة 4 سنين انا دايما بقى لها وجهة نظر في الالعاب اللي بتنتشر انتشار كبير البدل بتنتشر وبقى لها التحاد دولي قوي وبقى لها متابعين على مستوى العالم انا عايز اقول لكم ان مستر اجوستي بوش والمدير الفني لكرة السلة الاسباني في نادي الاهلي محافظ على لعبة البدل كون نادي الاهلي فهي لعبة بيمارسها الكل وارد جدا ممكن بعد 8 سنين دورتين ألومبيتين نلاقي ايه زمال سكواش دخل بقى لعبة ألومبية نقل بدل بقى لعبة ألومبية خاصة ان هي بتنتشر انتشار كبير على مستوى